حق الله سبحانه وتعالى على العباد شنو؟ معازي بن جبل وهو أعلم الأمة بالحلال والحرام قال قلت الله والرسول أعلم مع إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أعلم الأمة بالحلال والحرام معازي بن جبل لكن لما انحاج ما عرف في الدين طوالي قال الله ورسوله أعلم مع إن ده أعلم الأمة كلها بالحلال والحرام يبقى جمعنا نحن نستفيد من الحتة دي لو زول سألوا من حاجة في الدين هما عارفة يقول شنو؟ يقول الله وعلم أو يقول الله ورسوله وعلم إذا كانت في الدين لكن ما يفتي في الدين أو ينظر في الدين أو يألف في الدين زي ما كثير من الناس الليلة واحد يجيبه في تلفزيون أو في كده أو في كده يستحي إنه يقول الله وعلم لما نسأله مسألة هو ما عارفه يستحي ويخجل يقول الله وعلم مع إنه قولك الله وعلم ده من العلم ذاته شاكد جابر بن عبد الله قال إن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم وفي لبظ إن من العلم أن تقول لما لا تعلم لا أعلم لأن الإنسان اللي بيقول في الدين حاجة وما عارفة ويفت في الدين بيجهل ربنا سبحانه وتعالى بيسأل وبيحاسب وبيعزبهم القيامة قال تعالى ولا تقفوا ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤادة كل أولئك كان عنه مسؤولا فربنا بيسألك من أي كلمة تقولها في الدين وانت ما عارف دي واحد اتنين حق الله على العباد حاجتين بس والحاجتين ديل لو طبكت ومنت من أهل الجنة وربنا يغفر ليك زنوبك مهما كان عندك زنوب ومعاصي اتنين بس قال صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه دي الحاجة اللولى ولا يشرك به شيئا دي الحاجة التالية تعبد الله براو ما تعبد شيخ ما تعبد فكي ما تعبد فقير ما تعبد ولي ما تعبد صالح ولا شيخ طريقة صوفية ولا غيره تعبد الله براو تفرد بالعبادة دي الحاجة اللولى لكن العبادة ذات الجماعة في عبادات ظهرة والناس كلها عرفين أنهم متفقين على المسلمين زي الصلاة عبادة وهي الركنة التانية من ركان الإسلام الناس متفقين عليه عرفين الصيام المسلمين كلهم متفقين عليه الصيام رمضان الزكاة على القادر المستطيع الحاج على المستطيع لكن في عبادات أخرى غير الأربع دي في عبادات تانية العبادات كثيرة شكد ابن تيمية قال العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة أي حاجة بحبها ربنا وبيرضاها سواء كانت ظاهرة أو باطلة أو باطنة من أقوال أو أعمال أو اعتقادات دي كلها تسمى عبادات ولا يمكن ربنا يرضاها ويحبها إلا إذا كانت جات العبادة في الكتاب والسنة يبقى أي عبادة جاب زول من راسه دي ما عبادة عبد بها الله دي ممكن الواحد يعبد بها الشيخ ويكفر يدخل جهنم لكن العبادة تعبد بها الله لازم تكون من القرآن ومن السنة شكد ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين والنبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو شنو فهو رد ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد فمن العبادات غير الصلاة والزكاة والصيام الدعاء جمع عبادة الدعاء عبادة بل ابن القيم قال الدعاء هو أعظم عبادة وقال ذلك أيضا غير ابن القيم برضو قالوا أعظم عبادة هي الدعاء لأن النبي عليه الصلاة والسلام سمى الدعاء هو العبادة والعبادة هي الدعاء فقال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة يبقى جماعة طالما الدعاء هو العبادة البيدعو الله عباد الله والبيدعو غير الله عباد شنو غير الله لن دعاء عبادة يبقى الناس اللي يمشوا للفوكياء والبيمشوا للقباب والبيمشوا الأضرحة والبيمشوا قبور الصالحين والأولية ده إن كانوا صالحين ذاته حتى لو بيقوا صالحين لو بيقوا أنبياء ماشوا ودعوهم دعوا الأنبياء من دون الله أو الصالحين دعوهم من دون الله ده الشريك ذاته وبسبب الكلام ده ربنا رسل الرسل وأنزل الكتب لأنه آدم عليه السلام هو النبي ونوح عليه الصلاة والسلام هو الرسول آدم عليه الصلاة والسلام ولد قابيل ولد هابيل قابيل قتل شنو هابيل قابيل هو القاتل وهابيل هو المقتول ربنا ما رسل الرسول مع أنه ذا جريمة قتل مارس الرسول لمدة عشر قرون عشر أجيال كما قال ابن عباس بين آدم لحد نوح عشر أجيال ليه ابن عباس قال لأنه العشر قرون وأجيال دي كلهم كانوا موحدين فربنا مارس الله الرسول مع أنه كان في جريمة قتل أول ما يقوم نوح وجمع أشركوا وعبدوا الأولية وعبدوا الصالحين نسود وسواع ويغوس ويعوق ونسر عبدوهم ربنا رسل أول رسول في جريمة القتل ربنا ما رسل رسول كان في آدم صح نبي ما رسول أول نبي لكن لمن حصل الشرك ربنا رسل أول رسول إلى الأرض إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن يعبدوا الله واتقوا واطيعوا يغفر لكم من ذنوبكم وياخركم إلى أجل المسمى العيات ليه؟ لأنه حصل الشرك يبقى الشرك ذا جماعة أعظم زم وأعظم جريمة أعظم يقتل النفس وأعظم من الزنا يبقى الناس اللي يقول لما نسمعون يتكلم في الشرك والتوحيد ولقام أولونا تكلم لنا في التبرج تكلم لنا في مواضيع تانية لذول جاهل أو ذول محتال بس لأنه الشرك أخطر من باقي الجرائب والإنسان البقابل ربنا موحد تب ما أشرك بها الله ما أعبد له قبة ما أعبد له قبر ما أعبد له شيخ ما أتابع له طريقة من الطرق موحد ربنا تمام ده ربنا بيغفر له زنوبه كله قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء من العبادات أيضا الزبح دي عبادة وكثيرا ما يقرن الله سبحانه وتعالى بين عبادتي الصلاة والذبح يجيهم مع بعض في آية وحدة وآيات وكذلك أحاديث نبوية منها قوله تعالى فصلي لربك وانحر ده الزبح يعني زي ما بيصلي لربك براه ما بتفرش المصلاة تقول لنا ويت أصلي لشيخ فلان أو سيدي فلان أو الفك فلان أو الولي فلان كذلك النحر برضو لابد يقول لمن يجمعها لعل الله ما يقول لشيخ فلان أو الفك فلان أو علان أو علان كذلك قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحيايا ومماتي لله رب العالمين لا شريك له فقارن الصلب النسك والنسك يعني الذبح يعني زي ما بيصلي لأ الله لابد تطبح لأ الله طيب اللي بيطبحوا لغير الله دير كيف يعني زول يطبح لغير الله في ناس الواحد أول ما يبني البيت البيت يحصل العتب فوق الشبابيك والأبواب يقول له لو ما ضبحت للشيطان أو الجن الشيطان بيسكن البيت دي ضبيحة لغير الله يقول له لو ما ضبحت وشلت الدم قلت تغت في العتب بتاعت الباب أو في العتب بتاع البيت الجن بيسكن شنو البيت فيقول ما يضبح لأ الله يضبح للجن يتقرب له ويحنسه أشان ما يسكن في البيت ده شرك وأكل الضبيحة دي حرام دي فطيصة لأنها مما أهل لغير الله به كما قال تعالى في القرآن الكريم والفعل الفعل ده مشرك مشرك لأنه قال لك ألف صلي لربك وانحر يعني لربك برضو ده ما نحر لربك ده نحر للشيطان وسبحان الله الجن والشيطان كل ما انت تخاف منه بخوفك زيادة ربنا قال وأنه كان رجال من الإنس من البشر يعني الإنسان يعوذون برجال من الجن أهعملهم شنو فزادوهم رهقا خوفوهم زيادة فما تخاف من جن ولا شيطان خاف من ربك قال تعالى ولمن خاف ما قام ربه جنتان فخاف من ربنا ما تخاف من أحد الذين يبلغون رسالة الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا من صور الذبح لغير الله الجماعة البشيلو إذا مرت عشر سنة ما ولدت خمس سنة عشرين سنة ما ولدت يقول لها امشي لأبوك الشيخ الفكي يعمل لها محاية يعمل لها بخرة يعلق لها حجاب وده شيرك في ناس برضو بعلق الحجبات على البقرة على الحمار على الحصان على الناقة ده كل شيرك بالله لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال قال إن الروقى والتمائم التمائم هي الحجباتي اللي بعلقوها الناس كان كمون كان حجاب عمله فكي كان غيره كان غيره ده تميمة بالشريعة قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الروقى والتمائم والتي ولا تشركون ففينا اسمرته ما ولدت لمن يمشي له فكير الله يغدر إنها تلت تحمل ما الفكير الفكير ما عنده عرماده ما عنده لكن الله دارى امتحنه ويختبره أول ما تحمله التلت يقول له ده ود أبوك الشيخ أبوك الشيخ عنده مصنع أولاد يقول لك ده ما ود أبوك الشيخ آه أنا عمل لجنه أبوك الشيخ يقول لك تشيل أب باربع أريته لو بيقع باتنين ديك يشيله أب باربع يعني شيرك ذاته بيقرونه يشيلوا أبا أربعة ويمشي يطبعوا للشيخ يأكلوا الحيران حوار تلقى رقبتوا قدر الدولة ليه أكل عتان الناس وأكل خرفان الناس وفي نسوان جاهلة ما باء من حاجة لما الله ينعم عليهم بالجنب الولد بدل ما يقولوا الحمد لله رب العالمين يمشوا كأنهم يقولوا الحمد للشيخ رب العالمين أيوة لأن الله لدك تطبح للشيخ ليه الله لدك الكلام ده كانوا عارفين بعض الناس قبل الدين الإسلامي ذاته أنت عارف المعلومة دي؟ في زمن جاهلية كان في رجل اسمه زيد ابن عمر ابن نفيل دوالد سعيد ابن زيد ابن عمر ابن نفيل سعيد ابن زيد ده أحد العشر المبشرين بالجنة صحابي جليل أبوه ده ما أدرك الله رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ما أدرك وعاش زمن الجاهلية مع الكفار مع المشركين لكن كان واحد وربنا دخلوا الجنة لأنه كان واحد كان يتكع على الكعبة يقول يا معشر القريش ما أحد منكم على دين إبراهيم غيره يعني على التوحيد ليه قال لهما الشات قال لهما الشات البهيم هذه الخروف أولا فانا معايا خلقها الله ما خلقها الله أصناهم والحجار حقاتكم منه خلقها الله سبحانه وتعالى وأنبت لها الكلأ والعشب تسبحونها لغير الله قال لهما الله خلقها وألا أكلها من العشب والبرسيم وكذا تجي تطبحوها وألا خلقها تطبحوها لغير الله مهروض تطبحها للخلقها ما لغير الخلقها فخاطبهم بعقولهم لكن كانوا ناس مجرمين أصلا المشرك مجرم أي ذو المشرك وبعبود له في قبة أو في ولي أو متابع له طريقة يصرف له شيخ الطريقة العبادات بدل ما يصرفه الله تلقى أكبر مجرم وفي حياته كلها تلقى خربان حتى لو عنده قروش حتى لو عنده قروش تلقى أخلاقه زي الزفد معاملته مع الناس زي الطين ليه لأنه معاملته مع الخلق بايضة كيف معاملته مع المخلوقين تكون مصنح فأشان كدا هذا النساء يحذر يا جماعة من الشرك ذا الحاجة له الحاجة له ربنا ذارهم منك أن يعبده حق الله على البعض الحاجة الثانية أن يعبده ولا يشرك به شيء ما تشرك بالله لا الشركة الأكبر الشركة الأكبر دعاء غير الله الذبع لغير الله النذر لغير الله الاستغاثة اتخاذ الوصائد بينك وبين الله وتصرف له شيء من أنه العبادة شركة أكبر ولا تشرك الشركة الأصغر هذا حاصل كثير جدا زي شنو الرياء. والريادة بيدخل في العبادة. بيدخل في دينك في عبادتك لالله. ما بيدخل في عمر الدنيا يعني بصورة اكتر ممن يدخل في الدين. مزموم. وهو يكفي ان نشرك بالله. وربنا قال ان الله لا يغفر اي شرك به. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ومن يشرك بالله في الاهة الاخرى فقد افترى اثما عظيما. وفي الاهة الثالثة انه ما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. ومأواه النار وما للظالمين من انصار. جماعة جريمة ربنا يقول عنها. البيعمل الجنة على حرام. يعني ممنوع يدخل الجنة ولا طرفدعين. ولا ثانية ما يدخل الجنة. ويقول عنها ومأواه النار. ويقول عن صاحبه وما للظالمين من انصار. بعد ده الناس ارتكبوا. ونحن ومنقول الكلام ده للناس معاناة الناس القدامنا مشركين. لا. لكن لانه قال ربنا قال للرسول صلى سلم سيد الموحدين. النبينا محمد صلى سلم قال له ولقد اوحيي اليك يا محمد يا رسول الله. وإلى الذين من قبلك الانبيا والرسل الصالحين. لئن اشركت ليحبطن عملك. زكار ربنا حذر النبي صلى من الشرك وهو ما اشرك اصلا. فنحن ما احسن من الرسول صلى الله عليه وسلم. لابد نحذر ونحذر انفسنا وابناءنا وزرياتنا وبناتنا من الشرك. ابراهيم قال واجنبني وبني ان نعبد الاصنام. ربي انهن اضلالنا كثير من الناس. والبلد بلدنا السودان ده. ومعظم بلاد العالم. ما في شي ضر ديار المسلمين زي الشرك بالله. ديار المسلمين فيها بترول. وفيها مياه كثير منها. وفيها زراعة اغلب البلدان. لكن اغلب المسلمين تعبانين. السبب الشرك دايما. والشرك الشيطان ما بيجي يقول لك تعال يا بابا راح نكفر بي الله. ما بيش يطان بيجي. وإلا وإلا هما شيطان اصلا. هما ولا ابليس. ربنا قالوا ولا تتبعوا خطواتي. الشيطان بيجي خطوة خطوة. اول حاجة بقول لك ده صالح. ديال اشراف. وديال ما بعرف ليك شنو ادارسة. وديال ما بعرف سلالة النبي. مكذابين كلهم. يا اخي قول سلالة النبي صلى الله عليه وسلم. نعبدك. هو الرسول ذاته النبي ذاته صلى الله عليه وسلم. هل قال للناس اعبدوني? ولا قال للناس اعبدوا الله? ولقد بعثنا في كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لمعاز حق الله على العباد. ان يعبدوه هو الله. ما قال ان يعبدوني انا رسول الله. يجي واحد يغشك ساقد. ولم يجينا اشراف تعال بس ليك رعي. اديش اللوت طير برا. ما بيجوز الكلام ده باطل. تعبد ليك بشر زيك. عنده عينين وعنده يضنين. وبيرقد بالميلارية. بعوضة يا اخي بالطير جنه. بعوضة بس. بعوضة وعدة. يبقى نزل المطر كيف? وما قدر نزل الحمى من رأسه. ينزل المطر من السماء. فالناس حقوا تفهم هذا الكلام. وتعلموا لي زردتك. وتعلموا لي ابناك. لان ابناك اذا طلعوا موحدين الباقي كله بانجد ان شاء الله. باقي الدين كله بانجد. شكد الانبياء كانوا كلهم بعلموا ابناهم التوحيد من اول يوم. وكذلك الصالحين برضو. واذ قال لقمان الابن هو يعظه يا ابني لا تشرك بالله ان الشركة لظلم عظيم. ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. قالوا نعبد الهك وإله آبائك. وذكروا توحيد عظيم في صورة البقرة. وغير من الآيات التي لا نصد حصرا ولا عدلان. الانبياء كلهم كانت برسالتهم. حتى عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه. يعني يعني ده كلام قالوا خلاص ما اتغيرتان. هو شنو? قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد. مع ان النبي لما قال الكلام ده صلى الله عليه وسلم كان في المدينة. والمدينة الوكيد داك الناس كلها شنو? موحدين صحابة. والقال لهم الكلام ده كانوا قدامه. هل قدام هذه الصحابة كنهم سادات الموحدين بعد الانبياء. سادات الموحدين. بعد ده حزرهم من انه ما يعبد القبور. من انه ما يعبدchau شنو? القبور! اللي اللي ويقول للك لا انا لا احنا ما عندنا هنا قبور هنا بتعبد ما تتكلم لنا هنا. الا تكون احسن من الرسل واحسن من الصحابة. والموحد اذا الإنسان موحد انت موحد صحيح صحيح بتفرح بالكلام في التوحيد. وازا الإنسان عنده الشرك في قلبه بيزعل البيزعل ده لأنه في قلبه في شكك في هوس في عغيدة فازة ربنا قال وإذا ذكر الله وحده شمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه ناس ابتكوا وناس منوا وناس منوا وناس بشملوا وناس مين وناس مين قال إذا هم يستبشروا يقوم يعرف طوال يربط نص ويعرف هذا وصلى الله وسلم مبارك على نبي حمد وعلى صحيح يزاكم الله خير مارك الله